أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29 حالة صب مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6681 حالة وأضفت الوزارة على بواباتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 3475 حالة بعد تمثل 75 حالة جديدة للشفاء فيما ارتفع عدد حالة الوفاة إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين وبلغ عدد الحالة المستبعد بعد تحليل مخبري سلبي 77414 حالة وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية